بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم بالمحاضرة السادسة من مساق Java Object Oriented Programming ومحاضرة اليوم هي محاضرة مهمة وتحتاج إلى تركيز بعنوان Inheritance أو الوراثة وهو مصطلح مهم ومشهور في عالم Object Oriented نبدأ بالموضيع اللي هناخدها خلال المحاضرة وهنحكي طبعا كمقدمة على ال Inheritance شو معناه وليش احنا محتاجين ال Inheritance وكيف بنمثل ال Inheritance على ال UML Diagram حنيجي على مصطلح Subclass والSuperclass وعلى مصطلحات أساسية في عالم ال Inheritance حنشوف كيف تمثيل Inheritance داخل الرام وحنحكي على Protected Access Modifier احنا شفنا الموضوع Public والPrivate من بداية الفصل لكن اليوم احنا حنتطرق لل Access Modifier وين صلاحياته سامح نشوف حنحكي على Constructor وكيورد السوبر لانه لانه احنا الان هادي فعالة من Inheritance موضوع Constructor المعاملة مع تختلف عن الكلاسز التقليدي اللي اخدناها لحد ديت هاي المحاضرة هنحكي على حاجة المحاضرة القادمة طيب نبدأ اول شي بموضوع ال Inheritance اول شي كلمة Inheritance معناته وراثة بالتالي لازم يكون عالاقل two classes classين class هنرث منه وclass اللي حيورد تمثيل تاعه في اليوم بالشكل هذا هذا هو الكلاس الاصلة هذا الكلاس الاصلة احنا بنسميه parent او الاب وهذا الكلاس التشاهد الطفل هذا اللي حيرث من من الكلاس الاب طبعا كل class فعليا هو بيحتوي على fields وعلى ايش وعلى methods هنا كلمة ال Inheritance معناته انه هذا ال Child لما يعمل inherit يعني يورث من ال Parent فاصبح كل ال Fields اللي هان وكل ال Method اللي هان تبعي ال مين ال Child بالاضافة لانه ال Child بيقدر كمان يضيف fields جديدة و Method جديدة فهنا بدأت توضح الصورة انا بقدر كمان يكون عندي كلاس تاني اسم Child اتنين برضو inherit بيرث من هذا ال كلاس عندي كلاس تال اسم Child ثلاثة بيرث من وين فكلمت inheritance هو حيرث منه ايش حيرث منه Fields وحيرث منه مين الميثود هاد طبعا بشكل بسيط توضيح ما هو الانهيرتنز لانت عن نقرأ هنا فبقلي هنا الفكرة behind الانهيرتنز في جاوا انه يمكن ممكن create a new classes زي هيك هذا new class that are build up on existing classes يعني تنشئ class جديد وتكون مبنية من existing هذا اسمه existing class اللي هو زي class mean parent طيب بقولنا هنا when you inherit لما انت ترث من from an existing class اللي هو parent you can اش تعمل reuse فالفكرة هنا ايش كل الهدف موضوع reusability you can reuse the mean methods and fields تاعت parent class without any من غير ما انك تكتبهم من اول وجديد وضع بالفعل حكينا فبالتالي لتشايد اللي هانا هادا الكلاس ممكن يرث ياخد الفيلز والمثود هادولا من غير ما يكتبهم بكل بساطة طبعا انت في الكلاس الجديد هنا ممكن اضع new methods و fields ل in your current class يعني هانا هانا هانت 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 غير اللي انت ورثتم من parent class طبعا اللي انهرت اللي ورث بنسميها parent او superclass والكلاس اللي يرث بنسميه child او subclass طيب الان هانا ليش الانهرت انس ايش الفايدة او الادفانتج تاعتو قيل اللي احنا وبرلين نلمس الكلام هاد بانه انا اصبعت مدام انا في عندي اكتر من كلاس ممكن يرث من الكلاس هاد فهدولا اصبحت الفيلس والمثود برجاش اكتبهم كمان مرة وهذا طبعا هو هذا هو الهدف اللي انا عندي حاجة بنسميها الكود reusability يعني الهدف الان او الادفانتج من الانهرتنس او الفايدة الانهرتنس انها بتسمحلي بتعطيني ميزة نسميناها الكود reusability خلاص وبالتالي كل الكومن اليوز كود يعني الاكواد اللي مشهورة هنا دائما في اي تطبيق حن مفي جدا نكتبها كل مرة لان احنا هنعملها ايش هننهرت او نرث هاي معنا فبالتالي لتوضيح النقطة هاي الكلام هاي وضح اكتر من خلال الامثلة لكن هذا الالتشايلد اللي هان الان عبارة عن الفيلز الجديدة والمثود الجديدة زاد الفيلز والمثود تعاتل ابتاعه بعد ما يرث هاي احنا هان ما كتابش هدول هدول موجودين طيب فبالتالي هاي هيدا هو الهدف من موضوع الانهرتنس اللي هو الكود ري يوزابلتي وإلى حد ما احنا شفنا المصطلح هذا في موضوع الاجريجيشن لكن طريقة التمثيل الاجريجيشن هنقارن بين الانهرتنس والاجريجيشن ومتى نستخدم الانهرتنس ومتى نستخدم اجريجيشن وبناء على ايه هنشوف الكلام هذا بالتفصيل طيب الشغلة الثانية هان فعالة من الانهرتنس انه اتجاه واحد بمعنى انه هذا يرث من اللي هو الفيلز والمثود تعين الاب وليس العكس يعني الاب ما بيقدرش يرث تعين تعين لتشايلد بنفعش فهي مع الكلام انه بقول لك الانهرتنس الانهرتنس اتجاه المثود من اتجاه الاب لكن الاب لم يأتجاه المثود من اتجاه الانهرتنس الاب الاب يراس بالتجاه واحد فقط يرث الفيلد والمثود تعين الأب لكن الأب هنا لا يرث مين الفيلد والمثود تعين اللي هو للشايلد طبعا توضيح تمثيل الانهيرتنز في اليوم الدياقرام زي ما احنا شايفين هنا هيك واضح خينامحي بسا انه انه هذا الكلاس اللي راح يرث وهذا اللي حيورث فبالتالي حيكون عند السهم طالع من من للشايلد والسهم هنا المثالة جاي وين في الكلاس اللي حيورث فبالتالي هاده معناها انه لتشايلد حيارث من البيانت واضح الاتجاه هنا طبعا ضروري موضوع السينتاكس كيف احنا بنمثل برمجيا على الجافا السينتاكس بسيط هايجي يقول لي هان هين برضو امحيان هيك لاحظ هذا الكلاس تعريف كلاس اسم هنا هاده هيكون سب بكلاس نيم يعني هانا حيكون اسم مين اللي هو لتشالد مثلا وهاده هي الكلمة اللي بتعملي عملية الانهيرتنس التوارث لما نقول له هانا حيكون اسم مين اسم الكلاس الاب هاده الكلاس اللي حيورث وهاده الكلاس اللي راح يرث وعملية التوارث بتتم من خلال الكيوورد اللي هي ايش extends بكل بساطة الان هانا هاده الكلاس تعمين تعمين الابن تعمين الابن هاي اسمو هاي تعم الابن هو السب بكلاس بنسميه الان هو جواته هايكون فيه method هنكتب method وحنكتب fields بس هاده any method وany fields هاده المثل والفيلس اللي وين اللي بالزبط هايها هاده اللي ضفناها طب ماشي طب الفيلد والمثل اللي هانا وين هم هدول لأوردي هينضافوا لهدول لهدول وحيكونوا جايين من وين عن طريق اللي هو السبب الكلاس نيم واضح هنشوف الكلام هاده بالتفصيل في طبعا في الامثلة اللي هنشوفها ونبدأ احنا في الانهرتنس example 1 هاي عنا class father سمينا عشان احنا ما نبعدش عن نفس الفكرة class father class عادي يحتوي على attributes والattribute الاول اللي هو name والage public access عنا عملينه وهاد الattributes تعين وهدو الامين وهدو الفيلد زيان وهدو الامين اللي هم المثل وهذا فيه مثل الان جينا هنا وعملنا class جديد سمينا sun وعملنا له هانا extends father فاصبح هانا extends father صار هادا لكلاس يارث من لكلاس اللي هان هاي معناتو حين كل واحد طبعا في كلاس منفصل فهدي كلمة اكستين فادر انو صار لكلاس اللي هانا ورث مين اللي هو الكلاس تع فادر فصار اسمه الكلاس اللي هان ايش اسمه super class والكلاس اللي هان اسمه sub class او parent class child class لكن هو الاشتر كلمة super class و sub class واضح شفنا الان يعني ايش مفهوم كلمة sub class ومفهوم كلمة super class طيب الان هان الكلمة هادي ايش عملت فعليا الكلمة هات تعت extent father عملت شغل كتير بانو صارت انو هادول الفيلز والميثود صارتوا تبعين لمن برضو تبعين للصن class قولا واحدا طيب الكلام هنستفيد منو في هيفرق معنا في موضوع لو عالمين هادا طبعا خارج class عشان اكد لك الكلام هاد انشاء احنا object هنا سمينا اس 1 الobject اسم 1 وهي الnew انشاء new object و طبعا احنا لاحظ هنا عايزين نقول اس 1 dot name معانو هنا مالهاش name اه بس هو name وردي هو ورث ورث من الage ففش مشكلة عندنا نلاحظ منكتبها عادة وكأنه احنا كتبين هنا string name و string age جوات الكلام تاعت sun عشان انا ما اعطني اش الامور تمام وفيش قدنا مشاكل الان dot name والage هو ورث من 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 father class لكن the height والweight كانت كتبها جديدة وهي جزء اصلي من sun class وهنا كمان قاعد يكتب قيم شايف s1 dot name خز اللي في عليه و s1 dot x خز اللي في رقم 27 height والweight زي ما انت شايف 182 15 بعدين تعال اطبع لي ايوم عادي بيقرأ عادي فيش ادنى مشكلة والله هزين طبعا كتبين مستخدمين كل public access pacifier بس لتوضيح الفكرة حتى كمان انا عند الobject نفسه الس1 اللي هو جاي من sun class طبعا اله access لمين لل say hi والله برضو access لمين لل welcome وفعليا ال c هي جزء من وبرضو انه بيقدر يستخدم المثود تحت welcome ليش لأنه ورث لكن السؤال لو جينا احنا شلنا الكلمة اللي هان هي هاد كل شطبناها من هان ايش اللي عيصير عندي هان هان هي يعطيني error وين هان هي يعطيني error وها هي يعطيني بيقول لك شو هاد من وين جاي باللي ال name من جاي باللي ال age وهان طبعا نفس الشي حيرفض الكلام وطبعا نفس الشي هان وطبعا هان انا واحدة اللي هي بتاعت ال welcome ما فيش مثود انا جوا موجود باسم welcome طبعا هدول عطوني اخطاء متى لما احنا لغينا موضوع التوريث وشلنا كلمة extend father لكن طبعا لو احنا رجعنا كلمة extend father صار هاد يرف من هان وصار عند الكود هان فيش اي مشاكل طيب تعال نشوف كيف بتم تمثيله داخل الرام احنا لما جينا هان في المين جينا هان طبعا هاي اس واحد هتكون reference variable وين داخل المين وعنا ال new هان فعليا رح تنشي object هاد ال object تمكون من اكم من variable من اربع variable اللي هما مين ال name والage ومن ومن height والweight لكن ال name والage هاد هايكون وارثة وراثة عشان انا عامل بلون اغمق من height والweight لانه height والweight هاد القيم الاصلية تعت مين تعت الصن ولا احزان بما انه احنا عاملين الو public 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 فبالتالي انا من اس واحد الو باللون الاخضر زي ما انت شايف الو direct access على هادول زي ما احنا شايفين من المين كمان شغلي هنا احنا هنضيفين this هادي كلمة this وين مش تعملها انا مش في المين حشتغلها اللي هو جوات لكلاس تاعت الصن لانه جوة مين لكلاس تاعت الصن انا هنا بقدر اننا access بشكل مباشر لمن لن name والage زي ما انت شايف فهو الو الهم direct access واضح طيب الان بعد احنا مجينا وانشأنا الوبجيك طبعنا هيطبع لطبع نول هنا وبعدين عبن القيم علي 27 والرقم هنا الويت والهايد حيتعبن عندي في الوبجيك فلما اجي انا احاول اقراهم واطبعهم هيطبع لي زي ما انت شايف اول ها هكون نول ها شايف كيف الرسم بعدين لما عبن القيم هيطبع لي 27 18 95 الموضوع واضح فيش في اي تعقيد وبعدين نفدي جملة اللي هي say hi وين say hi 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 بادين هيعمل السداء للميث الولكم ولكم هيطبع لي welcome to java oop الموضوع هنا واضح وشفنا في المثال هنا عدة شغلات بانه شفنا مصطلح شو يعني superclass شو يعني subclass شو هي الكي وورد اللي بتنجز لعملية الوراث اللي هي كلمة extend وكيف انا صارت عندي لما عملنا التوريث او الري دايركت اكسس على الفيلد والمثل اللي هان وشفنا كيف بتمثل وين داخل الرام كأوبجيكت وطبعا الان لاحظ كمان عشان اوضح لك كلمة this هادي هيك انا قلت لك this هي هتكون جزء من الكلاس تاعت الصن اللي اوضح لك اياها لاحظ هو نفس الهان بس انا اقدرت الان شايف انا هين با اقدر با اقول name وage ولاحظ name وage هي فعليا مش الاصليين تاين الصن لكن هو ورث من من الفادر وانا direct access على هدول واضح هاي معناة الكلام و الهيت هدول القيم الاصلي الهان نفس الشي وانا عملتهم هاد اللون اللي هان اللون اللي باختلف عليها عشان اقول لك هدول ورث هم وراث عشان نفهم اش بصير دخل الرحم وقال لك انا الو has direct access لل father's attribute طيب الان احنا من ضمن الكلام اللي شرح في اول slide بانه parent class never acquires the features من child class بمعنى انه الاب ما بيرتش الابن والوضح الكلام هانا من المثال اللي معنا انا المثال طبعا هو نفس slide اللي فات typical شايف نفس الشي في الاختلاف عنا لكن احنا لو جيد نحاول الان يعني انشأنا object جديد اسمه f1 reference variable f1 وانشأنا object type father ولو جينا نحن نقول f1 name مشكلة عنا احنا فيلمين على فكرة لاحظ هاي و f1 dot ايش برضو مشكلة ايش خاصين بالفادر لكن لو قلنا له f1 dot height و f1 dot weight ايش يعطيني يعطيني error ولو حاول استدعي المثل اللي هو welcome مشكلة لانه تابع للكلاس لكن لو حاول استدعي say hi حي يعطيني هنا error هذا الكلام كان بالعكس في السلايد اللي فات لاحظ في الهان انه اس واحد كصن هنا لانه ورث الفادر ما مشكلة صارها استخدم النام والأيج تعت الفادر لكن الفادر يستخدم height والweight والمثل اللي هو say height ممنوع فهي ليست عملية تبادلية وعملية الوراثة لها اتجاه واحد فقط ان الصن يارث الاب فقط واضح طيب الان كيف يصير الكلام هذا سنركس داخل الرام الموضوع بسيط اولا هذا الobject تاع من تاع الصن اللي هو من اسوح شفنا الكلام هذا لما نعملنا object جديد father f1 يساوي new father حينشي الى هاي الobject type father ولاحظ مكون فقط من ال name وليش فقط فما فيش هانا اسمه height و wait لان هو layer واضح هذا من بعد التوضيح فبالتالي هدول النقطين اللي هانا في height و wait و say high حي وحاولت انا نفس الشي من جوة الكلاس هانا يعني بدي اغير الكلاس تاع فادر واعدله زي هيك وحاولت اني اقول له الهight والويت برضو هانا هيعطيني ايش ارر لانه بقول لي هانا can not see the suns attribute ما بيشوفش لكن في السلايد اللي فاته وعكس السلايد اللي فاته هانا لاحظ الصن هانا لانه ورث من الاب عمل اله اكسس مباشر للنام والاج وليس العكس واضح اتوقع النقطة هانا هيك صارت واضحة طيب احنا مش متعوديا نعمل الاتريبيوتس هانا public فهنعملهم الان نبدأ ندخل على private وعشان احنا نرجع ونحافظ على الconceptة ال encapsulation فالان احنا لو جينا عملنا الان لاحظ انا مخلي زي ما هو ال string هانا private public لكن اعملت الفادر تاعت الاج اش عملناها حوال احنا صارت private انها نقارن يعني السلايد هاده بالسلايد اللي فاته انا ماشي step by step بالتدريج بما انه هاده صارت private اصبح انا لازم اضيف انه ستر وقتر خاصة بمين بالاج اعملها ست وعملها قيت زي ما تعودنا تمام هذا الفادر لان الصن هانا بدو يعمل اكستينز للفادر بدو يارث مين الفادر الان ايش باللاحظ هنا لما حاول هو المفروض احنا قلنا انه بيرث مين الاتريبيوتز تاعته وبييرث مين اللي هو الماثود تعيينه لكن باللاحظ هنا لما جينا نحاولنا انه كتبنا ال name بساوال فيش مشكلة عند الان ال name public بس لما عملنا كلمة الاج اش معطيني هان error ولو حاولت اني بدي اعمل اكسس للاج او اخزن في الاج بعطيني error ما سمح ليش بالدايركت اكسس للبرايفت داتا تاعت الفادر اللي انا ورثته ما سمح ليش وهذا الشيء وهو الصح زي هيك ليش لانه انا اصبح انتهم في فوم الانكابسوليشن اذا انا عملت ورثت الاب وصار الي الدياركت اكسس للبرايفت داتا تاعت اللي ورثته لكن طبعا احنا هنا في الكلاس تاعة الصن هو اليه دايركت اكسس عالميا على هايت بالرغم من انهم برايفت لانه البرايفت اتريبيوتز اليها دايركت اكسس من وين within the class من نفس الكلاس نفسه لكن هذا class father مختلف عن الكلاس تاعت الصن هو الصن حتى لو ورثه لكن هو اصبح برات الكلاس فما لوش دايركت اكسس للبرايفت داتا اصبح لازم انا استخدم من الستر والقطر عشان اقدر اقرأ قيم او اكتب قيم في البرايفت اتريبيوت زي الاش في المثال اللي معنا واضح طيب تعال نشوف فانا فاصبح الحل للكلام هاد باننا اصل لمن شايفش عمل يعني بديلة عن هادي غيرها واستخدم من الست الست ايش فيش مشكلة لانه اساساها الست ايش والجت ايش هم صاروا جزء من من الصند فالو الدايركت اكسس عادي باستخدمهم عادي لانهم ايش لانهم معمولين public بالزبط ولاعز انا يعني عشان اخزن خمسة وعشرين استخدمت الست ايش وعشان اقرأ استخدمت المثود استخدمت المثود كول اللي هو القت ايش اللي هو القتر والستر تاعت البرايفت كيف بتم تمثيل كلام هذا داخل الرام وهدي ملاحظة كتير مهمة نحاول نشرحها هان بالتفصيل احنا عشان نكون تقطق النقاط كتير واضحة لانه هادي فيها لابس النقطة هاي هو فعليا الصنهان يارث لبرايفت داتا لكن ملوش دايركت اكسس عليها وديلي على ذلك كيش معنى يارث لو بدي انشئ انا اوبجيكت في عنده طبعا في المين انا مش كاتب هنا المين بس في المين انا كتبت اعملت اوبجيكت التايب بتاعه اللي هو صن سمنا اس واحد حنكون ايش مكون اذا كان لا يارث اللي هو البرايفت داتا هاي ففعليا فقط حيكون عند النام وحيكون الهايت وحيكون الويت بس لكن هذا كلام مش صحيح طبعا بالرغم انه الاج برايفت الا انه يارثها وهي صارت الها سبيس وجزء من الابجيكت اللي هو اس واحد لكن ملوش دايركت اكسس للاتروبيوت هذا بس حتى نوضح النقطة هان كتير مهمة فايدا اذا انا عملت الاج هانا برايفت لاحظ وانا باقي اعمله انهيرت يعني انا وارث وراثة فانا اولا الاس واحد اللي هو خارج الكلاس اللي هو من المين ملوش دايركت اكسس لا على الاج ولا على الهايت ولا على الويت ليش لانو معمولين هنا ايش كلهم برايفت برايفت وهذا برايفت لكن هادي بابلي كلاس فبالتالي هانا عندي ساهم اخضر يعني اس واحد الو دايركت اكسس على مين على النام ممتاز الشغل التاني هانا لاحظ في الدس عنده هان الدس اللي هو معناته انه هادي انا بكتبه جوات لكلاس تاعمين 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 الويت وعالهايت وعالنام لانو النام بابليك والهايت والويت بما انهم برايفت لكنهم تبعين لمين للصنب وانا قلنا لك لبرايفت اتريبيوت الو دايركت اكسس ودن داكلاس لكن هاد الدس اللي هان ملهاش دايركت اكسس على مين على الاج عشان هيكد هانا هيعطيني ايش ارور واضح عشان انا اقدر اعمل اكسس للاجهاد لازم استخدم الستر والقطر عشان اقدر اغير في اللي هو البيانات او اقراءة تاعت الاج لكن الاج هنا هو جزء من الابجيكت اللي التايب بتاعه سن يعني فعليا هنا لو بنحسب حجم الابجيكت هنا هنا السترينج مثلا عدة كم كاركتر واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة في اتنين عشرة بايت الاج اربع بايت هاده تمانية بايت وهي تمانية بايت لكن الاج هنا هو جزء من الابجيكت التايب بتاعه سن اللي احنا سميناه بالرفرنس اس واحد لكن هاد الاتريبيوت اللي تابع لالابجيكت اللي هانا بقدرش انا اصل لاله دايريكت له لازم استخدم هانا الستر والقطر ليش لانه هاده عمل له انهيريتانس مورتي وراثة واضح النقطة هاي لازم النقطة هاي تكون تفاهمها تماما طيب فقال لي هان نلاحظ دا صن كلاس كانت اكسس فادر برايفيت ممبر في حال هاد زي الايج ات مصد اكسس لازم منها تصلى لها يوزنج بابليك سترز انجتر زي ما احنا وضحناها طيب الان نيجي على طبعا اكسس بسيفاير جديد تسمينا بنسميه كل اللي اخدناها حتى الان كاننا احنا مستخدمين البيبايفيت والبابليك اليوم حان نتطرق لحاجة اسمها البيبايفيت كلمة برايفيت وبابليك وبروتاكتد والديفولت يعني هاده لما يكون مش مكتوب ولا حاجة هان بنسميه الديفولت هاده كلها بنسميهم اكسس بسيفايرز يعني صلاحيات الوصول من وين يعني مثال احنا نيجي بالاول على البيبايفيت مثلا البيبايفيت هذا انا ما بقدر ما ليش اليو اكسس الا من خلال الكلاس نفسه لكن البابليك بقدر من خارج الكلاس فهي احنا بنسميه الاكسس موديفاير طب لبروتاكتد طب الديفولت هاده حنوضحو الان بالتفصيل انا معطيك هنا كلاس اسمه فادر وفيه طبعا اكس و واي وزد و دابليو ومغييلا الاكسس بسيفايرت نفس الشي انا عند احلم طبعا على مين على البروتاكتد انتركيزي هنا عندنا اي بي و سي دي تاعت الصن وهذا بيرث مين الفادر واحنا شفنا هان بانه لاحظ عملنا هاي في عنا مثل هنا اسمه display info انا الان داخل الكلاس تاع الصن وطالب يطبع لي a و b و c و d طبعا فيش مشكلة عندي بين ال a وال b وال c وال d امور تمام لانه ال a وال b وال c بغض النظر شو التايب بتاعهم الاكسس موديفاير private public اي نوع انا الي دايركت اكسس عليهم ليش لانهم من نفس الكلاس لكن عندي هنا في ملاحظة انه الاكس هان هيعطيني ارور ليش لان الاكس انا ورثته وهو private وبالتالي بنفعش مليش دايركت اكسس علي لكن ال y وال z وال w بلاحظ ال y وال z وال w برثهم عادي فيش مشكلة وايلي دايركت اكسس عليهم طيب تعالي نفهم هنا وكمان لتوضيح الكلام هنا هيك لاحظ انا الان خارج وين في المين انا في المين في المين هانا عملت اوبجيكت اس واحد الطيب تعوصان ولاحظ انا لما بدي اجي اعرض لما عملنا اس واحد شو بيارد لاحظ ال b وال c وال d وال w وال y وال z كل هم بيشوفهم يعني موضوع ال protected وال default وال public تقاربين شبيها من بعض انا لما ال private اللي انا ببنشوفوش ال private هنا ببنشوفوش اللي هو طبعا تامين اللي في الحالة هادي اللي هو الاي و مين وال اكس طيب تعالي نوضح ال هنا كيف بنشوف الكلام هذا في اليو اعمال في اليو اعمال طبعا لو عايزين نمثله احنا private كنا نعمل له هو السالب وال public نعمل الموجة اللي protected هنحط له اشارة اللي هي تاعت هادي تاعت النمبر طبعا اللي هي shift 4 اعتقد نو طبعا هادي الاشارة معروفة وفي كمان لو طبعا هزا كانت static او مش static كانت variable او function هنحط احتيها خط حتا طبعا موضوع تاني احنا مركزين انا على موضوع من protected احنا بنمثل هيك في اليو اعمال اللي انا عايزين نشوف انا ايش الفرقات بين الاربع هدول فبقول لي هنا ال access modifier اربع نواه اما ال default يعني ما فيش modifier زي المثال اللي هانا زي مثال ال W public زي ما احنا عارفين و protected و private فبقول لي هنا عايزين نشوف ال accessible to a subclass دربالك انا في عندي subclass يعني في عندي inheritance زي في حالة الصن والfather يعني هل الصن هنا هاي معنات زي محالة الصن هل بيرت ال default يعني هل بيرت ال W وقاله direct access بقول لي نعم وفعلا احنا في ال W هانا شوفنا فيش مشكلة عنا هانا واضح خلينا ما هدوله هيك عشان نفهم هذا subclass لو زي مثال مين الصن اللي ان في السوبر كلاس هنا اللي هو الفادر كلمة ال W او ال variable W هو ال default هل الصن هنا الو direct access ل ال W نعم هاي معناه هل الصن هنا الو direct access على ال public اللي هو مين مسلا و Y نعم فيش مشكلة عنا ها هل الصن الو direct access على ال Z اللي هي protected برضو نعم زي ما احنا شايفين لكن هل الو direct access على ال private نو ملوش اللي هو في الحال هات زي مين زي ال X ممتاز طيب الان بقول لي لكن هانا دير بالك subclass اللي احنا عاملينه هذول لازم يكونوا وين inside the same package وموضوع ال package هنا المفرض ان نشرحلكوا وين في العمل هي يعني بكل اتنين اللهم تابعين لنفس ال package طيب تعالي نشوف فانا طيب لو كان انا عندي other classes inside the same package تربالك هذا مش مش inheritance يعني هذي classes ما عملتش extend للfather يعني عندنا father وعندنا مثلا mother خينا نقول في class اسمه mother وهذا المذر ما بيرثش من حدا الحين هل انه له direct access على default نعم نفس اللي هنا بالضبط له direct access على public نعم له direct access على private برضو لا يعني نفس الشي ازا كان ازا كان inheritance في عندي inheritance ولا ما عنديش لكن حان المفارقة عاد انه لو كان عندي انا عامل inheritance وانا خارج ال package يعني في package تاني وعمل inheritance يعني الصن هنا في package غير package تاع father لكن عمل له ايش inheritance زيك عمل له extends father لاحظ هنا في الحالة هذي default modifier بقول لي ما ليش direct access في الحالة هذي لو كان عنا الصن الو في package غير ال package اللي موجود فيه class father في الحالة هذي انا ال W هانا هتعطيني ايش عرر ما ليش direct access عليها لكن public زي زي ال Z زي ال Z ال protected و ال W لاحظ هنا فيش مشكلة عنده لاحظ هاي هم شايف yes و yes طبعا ازا كان ال private على كل وجه مناش direct access يعني لاحظوا المفارقة بين هاذ و هاذ واضح ان هاذا لهم نفس package هاذا لهم different packages حان تعال نشوف وين بيبين بيبدا عندي ال protected انا وين صار يبين عندي انه انه ازا كان انا هاذا اللي class sun طلا كيف ما ما كانش inheritance يعني عامل inheritance مع الفاضر والاثنين في different package في الحالة هاذ ال Z هنا هتعطيني ايش بقولك بنفعش بنفعش نعمل direct access ل protected variable موجود في class بس في package غير package تاع sun كمان مرة اواضح النقطة هاي لان هاذا النقطة تحتاج الى تركيز وعيد الكلام هاذ الان في المثال هان نفرض انه الصن هانا والفاضر different packages لكن الصن هانا عمل extend للفاضر هل ممكن يعمل له extend فاضر بالرغم ما الاثنين في different packages فيش مشكلة طبعا لكن السؤال هانا ايش اللي بيقدر يعمل له direct access access الصن هانا مش راح تقدر يعمل direct access لمين للprivate الحين الفاضر والصن في two different packages هل بيقدر يعمل direct access على public نعم هل بيقدر يعمل direct access على protected نعم هل بيقدر يعمل direct access على w لا لانهم two different classes هاي معنى هاي اللأ وهاي اللأ هنا واضح طيب لو لغينا مين الان لغينا هاد ايش اللي هيفرق معنى انه البرتكتد هاد بيصير ايش ممنوع مليش انا direct access على variable او ال attribute او field z بنفعش يعني في الحال هاد هيعطيني هانا error تمام يعني خالينا انا كمان هانا اعيدها انه الحين هادول الاثنين two different يعني دول الاثنين في الحال الاولى نفس ال package نفس ال package هانا اللي فقط هيعطيني error هادي تمام وهاد تمام وهاد تمام خلاص طيب لو كانوا different package يعني ال father وال son different packages هانا هيعطيني error طبيب اديه لانه private و ال w هيعطيني هانا error لكن هانا protected وال public direct access مشكلة لكن اذا ما كانوش في inheritance عندي هان شو هيصير معاي هاد اللي هتزيد عندي وتصير ايش الزد مليش direct access اتوقع الان الصورة هيك وضحة طيب نكمل هان ونشوف موضوع constructor نحن حتى الان ما كتبناش constructors في الكلاسز اما father او sun فالحين احنا ضفنا هنا هذا father طبعا صار كل الاتربيوت زي ما انت شايف private نحنا دائما هنرجع لموضوع encapsulation وضفنا احنا constructor وحطينا جملة بسيطة نقول فيها انه I am in father const من constructor طيب الصن هنا عامل inheritance من الفادر ولاحظ نفس البيانات كلها private وعننا constructor اسمه الصن لاحظ زي ما هي معلمات عليهم هذول constructors وطبعا لاحظ في اليوم قال لعننا هنكتب طبعا زي ما انت شايف الفادر نفس الفادر وها والصن لكن احنا فينا عملية مين اللي هو inheritance ها شو هيفرق معنا لما جينا عملنا انشاءنا object جديد type صن اول شي هينشي الobject بعدين هيعمل column للصن لكن هنا الاشي الغريب او اللي احنا لازم نركز عليه انه لما ييجي على ما بنفذش اللي هو constructor الصن مباشرة من هان بما انه هاد الو ابو بيروح على مين على ابوه انا اتوقع ممضحين الكلام هذا عشان هيك هيطبع لنا بالاول الكنس اللي هي i am in father constructor بعدين هيطبع الجملة i am in son constructor مع انه كنا احنا متوقعين العكس فهو هانا النقطة بيقولك انه لاحظ السوبر كلاس كونستركتور هذا ملاحظة كتير مهمة السوبر كلاس كونستركتور السوبر كلاس كونستركتور السوبر كلاس كونستركتور تمام هادا نقطة كتير مهمة انه بتنفز الكنستركتور تاع الاب قبل الابن معنى انه منشي انا object للتايب بتاعه مين صن ففي الحالة هننسوح الكلام هذا يعني اول شي حيجي يعمل مثل كلها مين للصن عشان يعمل setting للا الانشيلايز فاليو صح؟ بعد ما ينشي الobject طبعا الان هانا لما يجي هانا هيك اول شي بيعمل ما بينفز الشي اللاين اللي هانا حيرو على مين؟ حيرو على الكنستركتور تاع الاب لان انت عمل اللي هانا ايش له عمل له inheritance فلما يجي هانا هيك حيدخل طبعا وحينفذ الجملة هاد هينفذها وطبعا لنا جملة ايام انفادر كونستركتور بعدين حيجي على نهاية الجملة هانا هيك وبعدين يرجع على وين؟ لا اول جملة في السطر اللي هانا هيك وحينفذها ومن هنا حيطبع الجملة التانية اللي هي ايام انصن كونستركتور فطبعا ندير بالك انه الترتيب بيصير بالعكس يعني انا هابده من الجد فالابن 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 يعني اخر واحد اللي هو اخر واحد في السلالة ككونستركتور في التشغيل او في الاكسكيوشن ولاحظ قال لي انا لاحظ The superclass constructor is called and executed without creating the father's object هذا الكلام يحتاج الى توضيح انا فعليا هانا اي object انجأت انا انشأت فقط object type تاعه sun ما انشأتش object type تاعه father ومع ذلك تم استدعاء الكونستركتور تامين تاع الفادر وبالتالي احنا عشان نوضح النقطة هاي برضو انه انا استدعاء الكونستركتور هو مش شرط انا استدعيه بعد ما انشئ انا ايش object مش شرط وهذا المثال الموضع ان احنا هنا عملنا استدعاء الكونستركتور تاع الفادر مع انه ما انشأناش object of type father هادا النقطة كتير مهم تعال نكمل احنا النص اللي هانا فقال لك لاحظ تعال انه اذا انت مضفتش اكسبليست جافا اتوماتيك جافا اتوماتيك اتوماتيك انت مضفتش انا اتوماتيك تحضير اتوماتيك يعني مش جباري هانا that whenever when you call constructor of a class an object of that class is created هذا الكلام قلتلك بمعنى انو نحن هانا هاي نيو نيو انشايت و الكل اللي هانا عشان يعمل انشايت انت هانا انشايت اوبجيكت وهانا بعدي تم استدعاء لمين للكونستركتور لكن بيقول لك مش شرط اندى لما تستدعي كونستركتور انك تنشي اوبجيكت زي ما صار في المثال عندنا لما استدعينا الفادر كونستركتور هذا الكلام اللي بدحول وضح لك ايا وين هانا فبالتالي في المثال اللي معانا هان هيك انا في الرام الان فقط موجود وان اوبجيكت اللي هو التايب تاعه ومع ذلك استدعيت انا الكونستركتور تعصا واستدعيت الكونستركتور تعال الفادر مع انه ما فيش عندي اوبجيكت اوف تايب فادر في الرام هنوضح الكلام هادا اكتر في طبعا السلايد اللي جاي تعال نشوف هنا فكرة في الرام شو اللي هيصير معانا لاحظ انا هان هانا اعملنا مثالتان طبعا هاي عندي الكلاس الفادر وانا هانا عملت له كونستركتور امتي كونستركتور بس للتوضيح يعني وفي عندنا الكونستركتور اللي هو الخاص بالصن لما اجي انا انشئ اوبجيكت لاحظ انا لازم اعبي في المثال اللي معنا هانا هيك فصار مدام انت حاطتنا هانا الو براميترز لازم احنا يكون نبعت له ارجومنت نفس عدد البراميتر كلام ما دخلناه بالتفصيل قبل هيك فاحنا عندنا هانفيش مشكلة حييجي على هانا هيك وكلمة هاي حيحطلي فيها مئة وتمانين والويت فيها تسعة وتسعين بوين سبعة لكن كمان مرش قلتلك بما انه هذا الو اب اول سطر هان حيستدعمين حيروح على الفادر فهيبتالي حيستدعمين في الفادر هانا مفيش اشي عندي وكأنه يعني الديفولت كونستركتور فهيقبل الانشيال فاليو تاعت النام والايج وبعدين هيرجع ويحط القيم تاعت مين الهايت والويت فتعال نشوف في الرامش هيصير معنا وانتبه معي هانا انا ملاحظة كتير مهمة اول شي لما انشى هانا الوبجيكت هي اس واحد طبعا جوه المين كلمة نيو هينشى اوبجيكت التايب تاع كلاس صن ومكونة من اربع اتريبيوتس ومنها النام والايج والهايت والويت ولاحظ هدوله التينتين هدوله برايفيت وطبعا لما هانا انشى الوبجيكت اول شي راه شغل الكونسركتور تاع الفادر والكونسركتور تاع الفادر عب الانشيال فاليو تاع النام والايج عشان هدوله تعب ينولوا قبل ما ينحط قيم هان لانه تم استدعاء الكونسركتور تاع الفادر اللي احنا ورثناه قبل ما يتنفذ الكونستركتور تاع الصن واشدور الكونستركتور اللي بدي يحب الانشال فاليو اللي حكينا عنه بورا هدول بعدين حيبدأ مين العب بالقيم اللي هم مية وتمانين ونص والتسعة وتسعين بون سابعة هاد الترتيب كتير مهم قبل اول الانشاليزيشن بتم هانا للفيلز اللي تم لها انهيرتنس بعدين حنعب هنعمل انشاليزيشن حسب الكونستركتور طبعا للشايد اللي بعدي طيب وهانا لاحظ في الدس انا مليش دايريكت اكسس لهدول طبعا احنا هنا في ملاحظة لا هو فعليا فش دايرت اكسس فقط لهدول انما هنا في عنا ايش فيه دايرت اكسس بالاخضر لازم تكون هنا هادا عدلوها يعني لان هدول ايش نفس الكلاس لك انا بقدرش اصل لالنيم والايج من الكلاس تاع الصن الا باستخدام الستر والقطار طبعا هانا هدي الها هدولة كل من برايبت هادا كلام فيش مشكلة بس هانا تحتاج الى تعديل يعني فقط انا عندي هدول اللي هما بقدرش الي اكسس لهدولة بس لكن هدول الي دايرت اكسس عليهم من خلال لان هاد الديس اللي هي عبارة عن الابجيكت اللي تابع للكلاس صن وبعدك لو احنا عايزين طبعا هناش بقولي انا ايش بيقولي انا ايش بيقولي قبل انشاليزيشن في الرام قبل before the sun زي الكلام الوضحنا هنا وطبعا لما عايزين نقرأ احنا من هنا لاحظ الget name والget age والheight احنا طبعا استخدمنا الستر والقطر احنا هنا عايزين نقرأ القيم ولاحظ لما قرأ لي قرأ لي من 0 0 بعدين الheight والweight زي ما احنا شايفين طيب calling super class constructor طيب احنا لو احنا ممكن نستدعي يعني مثال لاحظ احنا تعال نشوف الصورة هنا احنا لو عايزين احنا هاي في عنا الclass father وانحنا هنصرنا عبين امين لالconstructor الفاضر قيمتين هدول فبالتالي هذا مش هيكون عندي default construct او no arc constructor وبالتالي الفاضر هان لازم ياخد قيمتين والقيمتين بيعمل الانشيلايز للنام والايج للهان والصن اللي ورث الفاضر برضو الو قيمتين للهيط والweight زي ما انتا شايف وكلمت this height و this weight ترمز لمين للهيط اللي هان احنا نعارفينه الان احنا لو عملنا new object هنا هيك وقلنا sun as 1 يساوي new sun وعبينا مررنا القيمتين طبعا القيمة هاد هتروع على الweight وال180 هتروع على مين على height طبعا يش قلنا احنا اول جملة هان اول سطر هذا بشكل الاطماتيكة اللي بيعمل الجافا هيستدعمين اللي هو الconstructor طبعا في الحال احنا كتبينه الconstructor فاضر بس انا هنا في مشكلة عندي هو هنا استدعمين ال default constructor ايش يعني ال default constructor يعني no argument constructor بس هنا الو argument وبالتالي ايش هيعطيني هنا error هنا حيعطيني error زي يعني بالتالي ليش هنعطيني error لانه بنفعش لانه هو الجافا هيوضح النقطة هاي كمان مرة الجافا هان هيك لما يجع الconstructor تاعت الصن هو انشع الobject لما بديج بديعمل الانشياليزيزيش للابجيكت اول line هنا اول line هيستدعم ال default constructor تاعت الفاضر لكن ال default constructor تاعت الفاضر بيكون بدون argument بس انا حيلاحظ ان هدول التنتين لهم two argument بالتالي ايش الحل هيعطيني هنا error طيب شو الحل ممكن واحد يقول طيب احنا عايزين مدام انت بتقولنا الجافا بيجي هنا اول سطر من ال command اللي هنا بيستدعي فيه الconstructor انا بدي استدعي مباشر و بدي اقول له father و بدي اعمال له هاي امرر له آي string عشان يجي الاحمد عن name والage اللي هو 33 يجي عن هنا هيك لكن الكلام هذا ما بيوزبوت ليش بيعطيني الر بيقول لك you can not call بن فاش تستدعي ال superclass constructor using method call بن فاش عشان نستدعي تأكسب لستدعي لان لحنا ليش لازم نعمل لازم نستدعي احنا يعني لازم نكتب كتابة لازم نستدعي احنا مش الجافا اوتوماتيك لان الجافا لما يستدعي الconstructor بيستدعي ال default constructor اللي هو no argument عشان لازم لازم استدعي وعبي لازم مين اللي ايش argument خاص نص فيه فبقول لان نستدعي ال superclass constructor من subclass constructor لازم نستدعي من constructor برضو we use ايش اللي هي كلمة super وبعدين we pass the appropriate parameters نبعث له من argument او parameter حسب عدد و type تاهم طبعا بقول لي هنا كمان ملاحظة بقول ال super can be used only inside the subclass من constructor يعني احنا لازم نستدعي عشان عايزين نستدعي ال constructor تاع الفاضر لازم نستخدم super هادي زي هيك لازم تكون مكتوب داخل ال body تاع constructor sun او subclass ولازم تكون ايش اول جملة لازم تكون اول جملة زي المثال اللي معنا هان هيك لما عملنا هان هيك نحل المشكلة ومش يعطينا طبعا ايه error نمح هان كمان مرة اركز معاي الان نستدعي مثل زي هيك بن فاش طب لو ما استدعيت مثل حي يعطينا error زي ما احنا شايفين عشان عالج اللي عملت مثل كول قال لك بن فاش كيف عمل هنستخدم ايش الكي وورد super وحنمر له يعني super يرمز ل constructor تعمين تاع الفاضر اللي احنا وردنا منه ونبعط له احمد انا فيش مشكلة عنا في الحالة هادي لو احنا اا اعملنا زي هيك وممكن الان نطبع القيم حيعب بينا والان حيخز زي احمد في النام وال33 في الاج والامور تمام ونحل المشكلة لكن الملاحظة انه هذا الاستدعاء لازم يكون هو في البضي تاع الكنستركتور تاع الصن ولازم يكون اول جملة بمعنى لو كتبنا الجملة هنا في الاخر هيك معنى نفس البضي ايش هيعطيني error وهذا بيأكد الكلام اللي حكنا انه هو جاف اول جملة هنا لازم يكون فيها يلاقي فيها استدعاء للكنستركتور لو ملقاش هيستدعي الديفول الكنستركتور لو لقاها طبعا هيشغلها لبسير هذا يعني هذا صار عندي الديفول الكنستركتور اللي هو البدي لعنه تمام طيب ها هان لاحظ نفس الشي الان انا عشان نوضح فبالتالي حلنا المشكلة هان بان احنا انا عندي هذا تال الفادر وهذا اللي هو البيان هذا الصن و اعملنا له احنا مررنا لكلمات احمد و 33 طيب ما شونا كيف بدي امر الكلام هان وين في المين يعني انا عايز الان بدي اكتب انا عندي الصن بدي اعملهم يعني ممكن اعملهم اربع خنات او كيف بدي امرره يعني انا بدي ارجع كل مرة على الصن وابد اكتب قيم ثابت زي هيك ولا المفروض امررها من خلال المين طبعا احنا للتأكيد هنا شايف هو بيقول لك ايش اللي صار جينا هنا هيك وعبينا القيم وبعدين عبت القيم بعدين نفذ شوف عشان تعرف ايش صار داخل الرام حانا انشأ object مكون من name age height weight خلاص ومررنا اله مش هيعبي طبعا اول قيمة مش هيعبي لنا هيعبي لنا قيمة احمد و33 لانه هيستدعيها بالاول فاول شي هيعمل نمين هيعبي الانش النيم اللي هي احمد بعدين الانش بعدين لما بخلص من هان هيرجع على الاول سطر بعد استدعاء السوبر او parent constructor وهان حينفذ كلمة يعبي الهيط طبع الهيط ايش فيها هادي اللي هو رقم 180.5 زي ما انت شايف وبعدين الهيط اللي هي فيها 99.7 فلاحظ الترتيب انت هانا في عملية الانش كيف تصير بينه بالاول احنا تممنا الانش تاعت ال parent constructor بعدين الانش تاعت الصن لانه بتم استدعاء ال constructor تاعت parent قبل constructor تاعت الصن طيب فبالتالي لو عايزين نقرل القيم من هنا حي يكتب لنا القيم هنا فيش عندنا قد المشكلة طريقة تانية بيقول لي هنا انه انا من المين لانا بديش انا لو عملت انا اوبجيكت اثنين وغيرت مثلا مية متين حيتم احمد و33 بس لا انا الصح انه نعمل الطريقة هاي وحقول له هنا شايف انشاء اوبجيكت الهو الاس واحد وكتب في القيم هدول يعني هاد القيم هيك هيطل لدي نفس النتج بس لكن هغير في مين في الصن نكلاس كيش بدي اغير لانه الكون سيستقبل اربع قيم مشان ان بحثن له اربع برامتر اربع ارجومنت فهنا سيكون اول اربع برامتر وطبعا اول واحد لازم اكون كاتب فيه super وهنا اللي هو مين سيكتب فيه name اللي هي هايها وبعدين البرامتر اللي هي age اللي هي هايها طبعا هاد وهاد نفس الشي طبعا هاد هي الطريق الافضل وهاد هي الطريق الاصح والافضل طبعا لما اعطياني حرية ان انا احط الكون اللي بدي اياه لطبعا لما بنعمل another object of type sun واضح طيب الان طب لو كان عنا multiple constructors تعال نشوف في multiple constructors هانا هاد هي الفادر اعملنا ممكن انا يكون عمتي constructors ممكن يكون constructors فقط الو one argument ممكن يكون full constructors الو two arguments شوفنا شو اللحظ لما جينا نستدعي ال classes explicitly شايف هاد الطريقة اللي حكينا عنها اللي هي الاربع قيم في sun زي ما شوف نا في السلايد اللي فات كيف هستدعيهم انا هل هل بيضبط شو بعطيني error شو الحل لانو بقول لي هنا only one super بكون موجود في مين في sub class constructor واللي لازم يكون في اول سطر طب ماشا طب احنا في ثلاثة constructors اللي هان يبقى حنعمل ايش الحل شوف ايش عامل هو هان الحل لما جينا احنا بننعمل يعني بننضيف هان هيك وبعدين طبعا اول شي حسب المثال اللي معنا هان هاد لازم ابعت له اربعة بس بنعنا اللي احنا شايفين ه هنا لا مضطر اننا اعمل النظام اللي هان زي ما انت شايف ه في المين بمعنى حين اول مرة هبعت له هستدعي ال تعمين من الصن يعني الصن هنا بدي يكون برضو هو اللي بدو هان دل برو برو بل يعني اذا كان في عنده واحد اثنين ثلاثة كون ستركتور للفادر لازم يكون عندي ثلاثة بادي كون ستركتور جداد كل واحد الو بادي وكل واحد هيستدعي كون ستركتور المناسب بتاع الفادر يعني مثال عندها لما انا استدعيت اخدت انا لم يكون اثنين هذو لا انا بستلزم ان بد استدعي مين انو ارغومان كون ستركتور زي ما انت شايف لانو بس انا عند طالب بس قيمتين لكن لو بد اكتب ثلاث قيم هان هيك شايف كيف هاي الثلاث قيم انا في الحالي هستدعي الكن ستركتور وكم ارغومان اله فهذا السبر سيجعل مين على رقم اثنين ولو انا عايز اكتب الاربع قيم هان كلهم زي هيك اش هعمل انا هان هان بستخدم السبر نيم والإيج تاعت هاد وهاد وهان حيتم استدعاء مين فهيك انا حليت المشكلة فالعلاج هان حيصير من خلال اللي هو لكلاس تا الصن وبناء علي حرتب الامور طيب السؤال هان بما انه فينا عملية inheritance ممكن انه احنا الvariable يكون له نفس الاسم زي احينا ما شفنا انه هل ممكن المثل يكون له نفس الاسم حنشوف مع بعض قولي هان لاحظ انا عندي هاي مثال وانا توضيح الصورة امراج عملهم public عشان بس نوضح الصورة واختص الكود هذا father وهذا sun inherit father انا في عندي هان variable اسمه age ونفس وهي مكتوب عندي age هذا في القيمة 50 وهذا القيمة انا في الكلاز تاعة father وال son طيب لاحظ معاي هانا هما الاثنين نفس الvariable نفس type integer age طيب لو جينا عملنا مثل colamine استدعى انشينا object s1 لاحظ النيو sun شو هيعمل هنا ولو عايزين نطبع الهان اسوأ حض age هنو هيطبع لي age تاعة sun ولا age تاعة father هيطبع الage تاعة sun بمعنى انه age تاعة sun او variable هان ازا كان اله نفس الاسم هان فهيعتمد مين هان هذا بنسميها data hiding يعني الحين هذا الvariable hides مين هذا الاسم طبعا هذا الكلام لا ينصح باستخدام او انه اكتابة نفس المتغيرات بالطريقة هاي محد ش بينصح فيه لانها تعمل خربطة في قراءة الكود ويصير عندنا بق كتير طيب مثال تاني هان لاحظ لو جينا حتى في موضوع الprivate هان انا ارجعهم الprivate بس نفس المتغير هان هاي وانا عايز الان في المين طب انا عايز اقرى القيمة هاي كيف شوف انا عايز اقراها وانا ادرب لك انا عامل حالي هان من الprivate فايش هان بعمل لما بنش الوبجيكت اللي هان شايف هادي الصن class الوبجيكت اس واحد هيجي عندي هان طبعا في القيم هاي ولو انا جوات الكون تا الصن اطبع لي قال هاي صن ايج بعطين الاج هادي هاي هتعود على مين هاي 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 طبع لطبع مية لو انا عايز الان من هان اصل للقيمة اللي super dot فالsuper هان يعني معناته انه تشير لمين للبيران تاع للورث فهان هان هنستدع اللي هو ال get ايج لانه انا عملها مين private طب سؤال هان لو كانت public يعني عشان ما سير اش خربطة انا بالاكس انا هان صعبت لو هاي كانت public ايش هعمل هان بس مش غير مش هعمل مباشرة زيك super dot ايش هنقول واجرب لحالك طب سؤال هان هل بقدر انا من مين انه انا اصل من هان ل مين ل الكلمة هادي مستحيل بقدرش لازم من هان خلال مين ال sun و sun هو اللي بيرث هو اللي يصل ل مين لك هاد نقطة ايش من باب التوضيح variable نفس الاسم مشكلة الvariable اللي هان والvariable اللي هان كله هما جزء من الobject يعني انا لو عملت هنا يعني شايف يصبح عندي هاي في age وهي برضو age بس الاج اللي هان لان هو التابع ل الobject sun هو مين الاج اللي هان او هايد بخبيه لكن هاد موجود ودي لعلى ذلك انا بقدر اصل لالو زي ما احنا شفنا هان هيك بقدر اقول له super dot h بيطبع لي مين الخمسين فهو جزء من الobject مش انه بيمحي او بيلغ بيلغ وش بس انا ما بشوفوش اساسا من sun او بقدر انا اصل لالو او اصل لالو باستخدام مين السوبر هاد برضو وانا خمسين عشان اكد لك انه بالفعل من هنا ان يصل ل الفادر اللي تم الهايد التعريف انا لاحظ بقول اذا subclass defines a member variable with the same name as the member variable in its super class شو اللي حيصير بعطيني اش ارر الكمبيلر فش مشكلة عندي لكن بقول the variable in the subclass hides بيحجب من the one in the superclass فبالتالي the subclass does not inherit كلمة inherit هانا زي فكرة من private data هو يفعليا inherit لكن يعني مخبية لكن باضطر ان نحنا يستخدم super عشان يقدر ريصال لإله وبالتالي هانا يقول استخدم use super keyword to access the hidden superclass variable إنما دربالك الage اللي هان هو هادي وهاد كلا هما جزء من الobject اللي تتاعه sun باعتقد انه هيك الصورة وضحك طيب طيب نكمل مع بعض الآن عايزين نشوف لو كان لدينا subclass و superclass have the same method يعني شوفنا في السلايد اللي فات كنا بنحكي إنه يكون the same variable name أو the same field لكن هلا هنحكي على يكون the same method name طبعا هذا موضوع مهم في عالم الجava وهذا بيسموه اللي هو method overriding method overriding مش method overloading وحنشوف الفرق ما بين الاتنين بقولنا هان method overriding بيحدث وين أصب class اللي هو يعني child class has the same method signature لجم يكون نفس method signature نفس return type نفس الاسم نفس البرامتر as the mean the parent class even though sub class may overwrite a method in the super class super class object can call the super class virgins of the method يعني طبعا الكلام هنشوفو طبعا مثال إحنا عندنا لتوضيح الصورة هنا معطين class هذا هو father class وعندي method هنا اسم مكتوب void display info sunday class عمل inherit من من father ولاحظ ايش عمل هنا قيل public void نفس signature يعني نفس type نفس البرامتر نفس كل شيء لكن هنا عمل جملة مختلفة هدا قيل ايام من sunday class وهنا قيل من father class طيب السؤال هنا لاحظ انه هنا في عندي method overriding بنسمي ايش الoutput لو انشاء احنا object of type sun لاحظ وعملنا ها reference variable s1 واستدعينا s1 dot display info انو واحد اللي هيشتغل اللي احنا ورثنا ولا الاصلة طبعا نفس فكرة ال variable اللي خدنا في slide fad هيستخدم هيعمل هي هينفد المثود اللي هان وحينطبع لي مين الجملة هاي وليست الجملة هاي بمعنى اخر انو هادي اللي هان method override من method اللي هان يعني hide يعني وكأنه زي لغع الان احنا في term شفنا هات الoverride بيطلب مننا نجيب هليش عشان ما يصير عنا خلل او خطأ بمعنى شوف بقول لك annotation هادي style anotation indicates to share that the subclass method is overwriting it's superclass method فبالتالي it extracts warning طبعا هتعطيني warning message من compiler اذا كان عندي anotated method does not actually override anything بمعنى لازم اللي هان يكون اللي هان typical طب مثال لو انا كان عندي الحرف d انا capital letter ايش هيعطيني ار هيقول لك وقف شوي اساسا هدول اتنين فش عنده overwriting لانه هدول two method they are not the same signature فارجع اتأكد عشان احنا بنضيف احنا في هاي بتريح نا لانه لو كنا وصار عندنا اي خلل اي خطأ كنا كتبين مسلا هادي كتبناها بحرف بيختلف الاس قبل اي اختلاف بسيط هينبهني الكمبيلر وهيعطيك هنا زي warning يقول لك لابد لك انت في لازم يكون هادي وهادي نفس الشي عشان تبقى الامور تمام فعشان احنا دائما بننصح بايش باستخدام او هتلاحظ انت في net bin بيطلب منك الكمبيلر البرنامج نفس انك تضيف ها لو انت حاب تعمل هو method overriding طيب لاحظ هنا انا في عندي ضف كمان انا في موضوع sun كمان method برضو سميت display info نفس الشي بس الان في ملاحظة هنا انا هنضيف له ايش argument لحال الان انتبه معا لان هاد ملاحظة كتير مهمة لان نحنا الشق اللي هن هيك شايف هاد اسمها method overriding method overriding بيصير بين subclass و superclass واضح لكن هاد اللي اسمها method overloading اخذناها قبل هيك ممكن اعمل method overloading بنفس الكلاس عاد يعني هيا هذا وهذا وهيك انا هنا في عنده علاقة method overloading لان هن قلهم نفس الاسم بس اختلفت عندي parameter كان نوعا او كما زي ما اخذنا كابل هيك ممكن اضيف كمان قد ما بدك هنا display لكن لو انا لغيت هادي زي هيك بعطيني error لان انت هنا صار عندك method overriding وبنفعش نعمل method overriding في نفس الكلاس لازم يكون method overriding بين subclass و مين اللي هو وال superclass واضح الفرق بين التنتين طيب تعال نشوف نوضح الكلام هاد اللي حكنا فقال لها نلاحظ overloaded method حين دي ربالك بحكي العالمين هال overloading اللي هو يعني تغيير في البرامتر كمان ونوعا can appear within the same class وممكن يكون بنفس الكلاس زي ما توشفنا and the method in the subclass can overload برضو can overload mean a method in the superclass كيف تعال نطلح ها في الرسم اللي هنا يعني للتوضيح برضو هو انا في عند اثنين overloading دير بالك اول شي انا في المثال اللي معانا هيك هيش بد علم لك ياب الاحمر هيك هيك هي superclass وهذا مين subclass انا عندي هان method overriding نعم وين حي هنا هيك هادي مع هادي عملت لمين method overriding خلاص طيب هل في عندي overloading نعم وين هم اثنين في عند overloading وين هم كمان مرة الاول يلي هم هاد وهاد لان هم نفس method name لكن اختلفت ومين التانية التانية اللي هي هاد ومين وهاد برضو هنا برضو في كمان ايش عندي method overloading طب مثال كيف عند لو انا شلنا هاد هيك لغناها هاد شيلها ازاي هيك انا في عند هان method بقى فقط عندي ايش موجود بس method overloading لانه كمان مرة قلتلك الف ومين هين ومين هين لالصند بعد ما يعمل مين extend او inheritance فبالتالي الاتنين كلهم بشوف البعض هاد طبعا الجملة اللي احنا وضحناها هان انه ممكن method في sub class can overload يعني different signature a method in super class هاد لان نحك على overriding overriding on the other hand can only take place in an inheritance بس في ال inheritance يعني مصطلح المثod overriding بس حتشوف في ال inheritance فقط هان بقول if a class A is super class with class b sub class a method in class b may overriding a method in class a فيش مشكلة عنا والoverriding طبعا نحن من نستاذي هو اللي هيعمل overriding however a method cannot override another method in the same class والكلام قلنا لو بنفاش يكون عنا exactly نفس المث signature بنفس عطين ال compiler لكن overriding مشكلة بقول لي if two methods have the same name but different signature they are overloading this is true where the methods are in the same class أو one method in the super class والتاني يكون في السب class فيش مشكلة لكن في المثود هنا إنا sub class if a method in a sub class had the same signature الو نفس signature في عن as the method in the super class we have هنا اسم هايش override وطبعا فيش عنا نكون عنا override نفس في نفس الكلاس وين a sub class overloads a super class method both methods may be called with the sub class object طبعا لانو بشوف الاتنين however when a sub class overrides a super class method only the sub class version of the method can be called with the sub class object وانا الكلام هنشوف حان ايش بيقولنا لاحظ انا في عنده هنا هذا parent class الفادر انا في عنده هنا method overloading زي ما انت شايف هايوهان ولا هاد overriding overloading هانا عملنا extend وكتبنا هان هاي كمان مرة لاحظ شابش كتبنا هان يبقى العلاقتين اللي هانا في نفس class method overloading هاد اللي هانا في overriding مين ومين overriding هاد مع مين مع هاد طيب الحين طب هاد 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 override هاد لا overload ليش لانو انه السيجنتشر هاد انتجر وهاد مين string لكن لو كانت هاد string صار عنا override واضح وكمان مرة هاد اللي هانا هيك overloading مين هاد صح واللي هانا برضو هاد هيك overloading هاد فلاحظ احنا في عنا تلات overloading وواحد override وين الواحد override هاد وهاد وين overload تلات من هاد وهاد 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 ومين وهاد وهاد تلات overloading واضح طيب حين زي مكتوب عنها زي مان واضح الآن السؤال هانا لاحظ لو انا عايز لان استاذ عشان ورضو نوضح الكلام اللي حكيناه هنا عملنا مثود اللي هو انشأنا object s1 من type sun استدعت انا display info هيروح لمن هيروح على هاد شو هيضر عندي i am sun class لان هاد overwrite اللي موجود في مين في parent class خلصنا هاي لما نقول لها اسوأ عد display info سماح هيروح عوين ها هيعمل لهاد لان هاد طيب تا هاي سيجنيتشر هاد ايش هن سترنج هيطبع my name سماح لما نقول لها اسوأ عد display info 25 هيروح على مين على هاد بتاع parent لان تقول لك ما هدا inherited اساسا فانا هيقول the number is the number 25 زي ما انت شاف واضح هتوقع ان هدا المثال هانا ايش يعني اقرأ الكلام اللي هانا وطبق الكلام اللي هانا زي اللي احنا شرح نا وشوف كيف ال حتوضح ليش ال حيط لان فهدا مثال حي وواضح وشامل بوضحنا المفارقة ما بين الoverloading والoverwriting وكيف احنا نستخدم طيب لو عايزين نستدع الoverridden method يعني مثال هانا طب انا عايز المثود اللي انا عايز استدعيها هدا المثود كيف بدي اجيبه كيف بدي اقدر اصل له طبعا هدا هدا هنحكي عنه في السلايد هانا بقول لازم استدعيه من السب class you can call an overridden method of the super class by prefacing the method name with the super and dot هدا 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 احنا اطرقنا حر الشبية بال السلايدين ثلاثة بس احنا عزز الكلام هدا لانو هدا بنحكي على overridden method وزا ما شفنا احنا حتى الموضوع hiding variable احنا كان اعنا two variable parent نفس الشي انا عندي المثود اللي هانا شايفوه هدا اللي هو overriding لانو هدا هو الصن وانا هانا بقدر شايف من جوة المثود طبعا اجي هانا اقول super dot هانا استدعيت من استدعيت الكلاس اللي هانا فبقدر انا استدعي من خلال اللي هو super super dot يعني انا بقول روح سلاحظ المفارقة بين التنتين فبالتالي لو بدي اعمل انا هانا واقول S1 S1 سيستدعي لها وسيطبع اول شي I am in sun class بعدين سيعمل مثل كل من اللي هانا وحيطبع لنا I am in father class زي ما احنا شايفين وهيك احنا استدعينا اللي هو لكن بقدرش انا استدعي اللي من المين بقدرش وطبعا هنشرح الكامل كمان شوية ليش السؤال هانا بيقول طيب لو احنا في المثال اللي معنا لو شلنا السوبر اللي هان شلنا هزاي هيك ايش هيصير معنا اول شي هندخل في infinite loop لانه صارت display info هانا بتشير لهاد بتشير لنفس اللي هان فصار بدي يعمل كولنج لقيت سيل فحن ندخل في infinite loop طيب لو احنا عايزين الoverridden method عايزين calling method نستردها من المين طبعا احنا حكينا شايف زي هيك لو قلنا ممكن واحد يفكر يقول طيب ممكن نعمل s1 dot super dot display info طبعا نبينفعش وبقول لك we cannot use super in static method لانه مدربالك المين هو static وكلمة super تسير تسير لأوبجيكت وطبعا لاحظ احنا السوبر اللي هنا وحيشير ل method او هنا حيشير للأوبجيكت اللي هو parent فبالتالي بنفعش زي كلمة this اذا ذكرين احنا في المحاضرة اللي حكينا فيها عال static وقلنا ان احنا static method بنفعش يكون جواته this اللي تشير لأوبجيكت طبعا هو super هذا يشير لل parent زي كلمة this هان اللي بتشير على نفس ال object تاع class super يشير للأوبجيكت اللي تاع parent class ايما وبالتالي بنفعش نستخدم لكلمة super ولكلمة this داخل المين لانه المين هانه static فبقول لي هنا نستخدم super in static method to access over the method from main the sub class we make public طبعا هده بتاعدي public اللي هو method in sub class that call super over written method as هن زي ما شوفنا في المثال اللي معنا اللي هان التالي ما فيش مجال نحنا نستدعي اللي هو ال over written method من المين المثال هانه هو نفسه طبعا هيا عاملين two method احنا ممكن نقول له هاي method منفصل اللي حالو هاي كلمة display يعني اسوح display هاي شغلي display الفاضر من هانا هيك وهانا بيطبع نفس النتج يا اما هيك يا اما هيك اللي بتشوفه منها سبتنا ما تاني نشوف الكلام هدا فبقلنا هنلاحظ كان esthetic method be overridden no نقدرش ممنوع we can not override esthetic method بنفعش نعمل الoverride وللتوضيح انا عامل هاي الفاضر بس انا ايش ضيف لك هنا كلمة esthetic نفس المثال اللي فاد وهنا حولت انه اعمل الoverride ايش اعطاني هيعطيني ارو هيقول انسان can not override display info in father ليش overridden method is static ممنوع بنفعش طبعا ليش ممنوع lesthetic ينعمل overridden احنا شفنا انه بنعمل لوش overridden لكن ليش هدا هنسرح بشكل اوسع في المحاضر القادم ان شاء الله انما نعرف الان في lesthetic بنفعش نعمل ايش overloading لكن ممكن نعمل overloading فيش مشكلة يس we can overload static method we can have two or more static method with the same name but with different parameter signature يعني زال مثال اللي هنا display info بس هنحضط لها مين parameter فبالتالي not the same signature هنا عندي overloading مع انه هدا static وهادا static لكن فيش الامور طيبة فيش عندنا مشكلة وممكن نحنا نستدع الكلاس اللي ها overriding ممنوع هيعطيني compilation error لكن overloading ما فيش مشكلة لانه طيب السؤال هنا طيب احنا يعني الموضوع مش واقف على static يعني احنا هنا بدلش نعمله overriding ل static method ممكن نستخدم كلمة final انه عشان انا حتى لو المثود مش static بديش اعمله overriding يعني نلاحظ هنا مثال عنا شايف انا class father وإحنا ضفنا له كلمة مين هنا final تعال عمل overriding ايش هيعطيك error بنفاش الناس هيعطيك هنا هيقول لك الoverriding method is final يعني في الحالتين اذا كان static أو final مش هيقدر يعمله ايش overriding واضع وطبعا هادي بيستخدموها بيقول لك هنا when method is declared with final modifier it can not be overridden in a subclass هذا الكلام it ensures the method is used by the subclass rather than modified version وبيستخدمو الكلام هذا كيف يعني احنا في موضوع parent اننا هذا method محكم ومتعوب عليه فانت ما تحاول تعمل اله overriding بدك غير الاسم method name ومو عمل method قد ما بدك في subclass بس هذا ما تعمل له modification لان هو متعوب عليه واضح فكيف بنحكم الكلام هذا بينه نضيف له كلمة من final حين final هان static ولا مش static بنفعش عمل ايش overriding طبعا بنفس السياق طب هو انا ممكن انا بدي امنع يعني ال final هادي برضو بقدر استخدم ها class طب انا بدي class ما عمل له inheritance اساسا كيف بقدر طبعا هنستخدم برضو نفس الشي اللي هي final modifier يعني مثال انا عندي هاي الفادر هنا انا انا حضيت الكلمة ايش final ولما قلو هنا class extend father ايش بعطيني هان error حقول بنفعش can not inherit from final father لانه فبالتال final هنا بنشوف احنا شفناها في class الان ولما ضيف قدام class بقبم الانهيرتنس وعلى فكرة احنا في كتير classes زي math class و string class هدول final للمعمولين يعني مثلا تعال حاول هنا قلو مثلا public class sun extend string هايقول لك بعطيك error ليش هايقول لك class string معمول final والclass math معمول final هذا طبعا جرب الكلام هذا عن نتبين وحتشوف الكلام هان فلاحظ هنا ما بنقدرش احنا نعمل انهيرتنس لفاين لكلاس بنقدرش نعمل overriding final method بنقدرش نعمل تعديل لفاين variable ذاكرين كلمة final بنقدرش نغير في قيمته فبقول لك بالنسبة لموضوع الكلase if a class is marked as final then no class can inherit any feature from the final class بنقدرش نورث منه ولا حاجة in other words it cannot be parent class بنفعش يكون هدا parent class and can be used to step inheritance extension وهذا يدرب لك ملاحظة مهمة يعني مثلا أنا في class الاب والأب عمل الانهيرتانس من الجند وعندي أنا لما بدي عمل الانهيرتانس final حمنع اي حدا بعدين الاحفاد واحفاد الاحفاد انهم يرثوا مني بوقف موضوع الانهيرتانس هذي الملاحظة بعدين هنا بعض بعض classes that made final and cannot be extended such as math class and string class معمولين هذول final من فاش نعمل منهم inheritance و هذي الان لك لو شنا كلمة final من هان لاحظ احنا معناته عشان نعدل error شيل كلمة inheritance وطبع لف 1 dot x f 1 dot i حطبع 1 عشان يقول لك يعني ايش final لو شناها او حطنا شو هتفرق معنا الآن هذا مثال يعني الشامل مثلا هكي هنعمل في inheritance يعني مثال انا بعطيك يعمل الدياغرام زي هي ولاحظ انا عندي ثلاث classes هذا الـ parent الاصلي اللي هو line وفقط في one attribute اللي هي link type integer وهي private طبعا عمال بحكي لك بعك اسم اليو أم الا class عنا اربعة مثود هاي مخدين هنا constructor line والconstructor فقط في one parameter طبعا هاي الكود تاحة set link لانه private set link زي ما انت شايف و get link برضو نفس الشيء بعمل return integer وهنا في عنا مثل مكتوب اسمه get area وهذه get area ستترجع لل link لانه link بتاع الخط هو طول الخط هيك نعتبره وبعدين لاحظ هنيجي الان على class التان اللي هو mean rectangle ولاحظ rectangle هيعمله extend mean line يعني هذا اللي inherit mean اللي هان نفس الشيء طبعا في عندي variable اسمه width private وفي عندي لاحظ هنا rectangle له two argument length and width ولاحظ انا عندي length شاف عملها length أنا بعت من لانه بد عبي اللي هو constructor line وإلا سيعطينا here no if you have to width and width width and width ولاحظ نفس the code to get area فبالتال لانه overriding لانه get area line سيكون غير get area تاعت rectangle وهذا بمثلنا ووضح مثال وين انا في الريلاي فمكان انا يكون عند overriding لان get area في rectangle سيكون width في length وطبعا the length here ندير بالك ما في شي length هنا length عند private فانا هستختم get length من مين اللي هو method اللي بيعمل access to private length فالكلام هنا واضح ثم ثم كلاس ثالث زي ما انت شايف اللي هو برضو هيكون عندي اسم cube والكيوب هذا extends من rectangle وفي له فقط فقط اللي height والconstructor لدينا مكون من 3 variable ولاحظ انا هستدري هنا super لعلى length ووقت عشان يجيب العالمين على الهان لازم يكون نفس الشيء فطبعا كود مهم بعدين برضو كمان مرة get في عندنا sit height وget height هادو المباشرات وget area هادو في عندو overriding شايف get area والget area طبعا تعت الكيوب غير يلا قانونها غير get volume هادو طبعا مثل جديد اللي هو height في length اللي هو طبعا volume بنسمي والget height والsit height واضح طبعا هادو عكسنا الدياغرام وطبعا ما ننساش انه هادو في عندنا overriding method هنا ولازم نكون نعمل set up لل super constructor تمام لانو في عندي هادو علاقة inheritance عشان الكود عندي يشتغل تمام طيب الان لو بدنا نجرب هاي الكود نفسه اللي هو cluster line والrectangle والكيوب والان نشوف فيلمين كيف نستخدمه فهو بقول لي مثلا ممكن نعمل احنا object of type line وحنمرده العشرة جاهز اطبع لي هيطبع من ال get area هيطبع لعشرة صح انا عملت object of type line احنا نيجي لبسلا rectangle R هيعمل token structure لاحز هلهم عشرة وعشرين والget area تعتهم لما عمل get area طبعا هاد اللي هتتنفز لانو عمل overwrite على هاد وهنا هيضرب لعشرة في عشرين حياطين اللي هو متين وبعدين في عنا عمل object ثالث اسمه c cube لاحز خمسة وستة وسبعة وطلب ال area برضو هيستدع get area get area override صبعا اللي هان واللي هان هاد هايشتغل وحيضرب لك خمسة في ستة في سبعة في اتنين يعني قصة زي هيك معقد شوي وهنا object c1 cube ولاحز هنا عمل اكسس c1 dot get link وهنا طبعا بيبين لك الجمال ال inheritance هو فعليا ما فيش حادث سما get link لكن get length هو موجود تعمين هاي get link وget width هايجي فيش get width عندنا ما حيخد ها من وين بعمل inheritance من هان وبعدين get height هاي هاي get height هاي موجود هان بعدين get area get area هيعمل override zil and get volume هيصدعل المثود اللي هان وحيطلع output عندنا زي ما انت شايف هي 10 و200 و214 والبيانات اللي عملنا هي 2 و4 و6 هاي 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 2 و4 و6 زي ما انت شايف وبعدين هاي 88 area وال volume هو 48 2 4 6 48 طبعا في طريقة تانية وهذه فيها trick شوية لكن احنا هان هاي كمقدمة المحاضرة الجاي ان انا نفس اللين اللي هان هيك بس بدل ما اعمل object of r لاحظ اش عملت يعني هاد الشلت هيك وحطينا محلها object من نفس اللين اللي هو الجد الجد وال L يساوي new rectangle وال L نفس ها برضو زي ما انت بدل هاي دي شايف كيف وهذا طبعا اش يعني هاد بدل شرح توضيح لان هدا موضوع جديد احنا و بينفع هيك وبينفع ولاحظ هنا انه انا عملت نفس الشي وحيطلع لي نفس الكود مشكلة وطبعا هاد اش يعني هاد اللي هنشرح بالتفصيل هاد العلم اش معناته وليش بيعمل زي هيك وهذا موضوع مهم في عالم ال وهذا هكون هنشرح بالتفصيل في اللقاء القادم نكتفي بهذا القدر وحتى كمان يعني لاحظ عملان احنا كلنا يعني هانا ال get area r get area لا هو اش عمل هانا نفس المثل ال get area ال get area ال لكن بلاحظ ال output هيعطيني في كل مرة مختلف فهذا فيها موضوع في جمال معين وموضوع كتير نكتفي بهذا القدر ويعطيكم الف عافية